ليه بيقولك طب ما انا قاعد بتفرق وحاجة ما تجيبليش بشكل مباشر طب هو كل الكلام ده راح لمين وراح فين اه صحيح خلينا نشركك المخالف في الحلقة لا صحيح لانه تاني احساسنا كافراد بما يحدث على المستوى القومي مش بالضرورة بتوصل لك في اللحظة دي احنا علشان نقدر كلنا نحس بهذا الموضوع مطلوب من مصر او من اي مجتمع ان نحقق معدل نمو اكثر من 7% لمدة 10 سنين على الاقل متصلة علشان يقدر كلنا نحس بيه سمار معدل النمو خش بيا بقى على القطاعات اللي حست بالحواديد يعني انا عايزك تعرض التضامن الاجتماعي صحيح احنا بخلنا لانقاذ كم شخص وليكلف خزينة الدولة قد ايه يعني شوف حضرتك في ملفات الدمون الاجتماعي مثلا احنا بنتكلم في حوالي 17 مليون فرد كان لو ما فيش تكافل وكرمة اللي بنتكلم عليها كانوا معرضين دلوقتي ليبقوا تحت خط الفقر بكتير كمان انت بتكلم على هذا البرنامج اللي تكلف فلوس كتير ضخينا فيه فلوس كتير جدا علشان نقدر نحمي الاسر الاكثر فقرا من انها تنزل تاني اكتر في الفقر احنا بنتكلم على الاستفاد من هذا البرنامج لحد دلوقتي نتكلم في 17 مليون اللي هما 41 مليون وده مثبت في الميزانيات ده مثبت في الميزانيات ده حصل احنا ما كناش نقدر نعمله لو لا حالة الاصلاحات اللي تمت كلها احنا بنتكلم كمان 1 مليون شخص تقريبا من زور احتاجات الخاصة ايضا ما تقدرش يتروح لهم لان ما عندكش في الميزانية اللي يسمح بان انت توفر لهم حياة حياة كريمة وطبعا نفس الكلام 20 مليون مواطن كان ممكن تاني زي ما قلت لحضرتك يبقوا في فقر مطجع نوصل لحالة الجوع كمان لان تاني شبكة الامان الاجتماعي او الضمان الاجتماعي تاعك مش قادرة طول كل اللي ممكن او اللي لازم يطلوهم كلام الشغل كتير اللي اتعمل في البلد على اطفال الشوارع وعلى التسول وعلى كذا وكل البرامج اللي اتعملت لاطفال بلا مقوى كل ده مكنتش هتقدر تعمله لو انت معملتش كل الاصلاحات اللي اتعملت انت داخل داخل موجه في قطاعات محددة كامسل اه تلمس تلمس حاجات تانية